السلام عليكم أستاذ هاني حسين شكرا على هذه الخدمة ولدية 3 أسئلة أرجوان تجيبني عليها السؤال الأول وهو أنني قد كتبت رواية خيالية باللغة الإنجليزية وأريد نشرها على أمازون كيندر ولكن أسعار روايات من 10 إلى 5 دولار ولو أسوق لاستضافة أو منتج على كليكبانك ليكون ذلك أفضل ما رأيك بهذا الشيء؟ والسؤال التاني هو في ماذا سوف يفيد من كرس سيلز فانيلس عندما أرسل إيميلات إلى العملاء عندما أرسل إيميلات إلى العملاء ماذا سأقول لهم؟ ماذا الرواية جيدة؟ لكننا أدري ماذا سأقول لهم؟ أرجو أن تفيدني بشيء لأعرف هل سوف يفيدني كرس سيلز فانيلس في هذه الرواية أم لا السؤال الثالث وهو إعلانات فيسبوك لو كان عندي مثلا 300 دولار واستهداف الجمهور أمريكا إلى كم شخص سوف يصل إعلاني وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم معكم هاني حسين هاني حسين دوتكم السؤال 224 في أسك هاني سمعت سؤال أخونا الكريم اللي فيه ثلاث أسئلة حلوين وأتمنى أن أقدر أفيدك وأفيد كل حدا بيسمعنا ومهتم بهاي الأسئلة أخونا سأل ثلاث أسئلة السؤال الأول كان عن بيسألني إيش الأفضل هل لو أنا كتبت رواية أو أنا أصدق كاتب رواية وبيدي أحطها في أمازون كيندل ولا إني أسوق لمنتج كليكبانك طبعا أنت سؤالك للأسف ما لوجوش إيجابي يعني لأنه المفروض تشتغل الأنسب إلك هلأ أنت طالما عملت الرواية وطالما بحثت في الكندل ودرست وحسيت أنها مناسبة إلك أوكي اشترك فيها اشتغل فيها يعني فلوسها قليلة طبعا لأنها هيك هذا الأسلوب هو هكذا يعني ما فيش بإيدك تعمل إشي كل المنافسين كل الكتب الكندل زي ما أنت حكيت فيه إشي بخمسة دولار إشي بعشرة دولار إشي باتنين دولار إشي بواحد دولار فمش هتقدر تزود كتير لأنه أنت مش مقدم إشي ما فيش منه في الدنيا فاختار الأنسب إلك إذا أنت شايف أنه أنا مش هقدر أسوق فبدي أعتمد على زوار أمازون بحيث أنه يجيني بعض المبيعات أوكي تمام مناسب إلك إذا أنت شايف حالك لا أنا بدي عمولات كبيرة وبالتالي بدي أستخدم أفليتس وأشوف شركات أو مواقع إلها خدمات أقدر أسوق إلها أفليتس بس هنا سأعتمد على نفسي بالتسويق فأوكي التانية فإنت أختار الأنسب إلك الموضوع مش إلي هلا إذا كتأخذ رأيي لو أنت تقول لي يا هاني لو أنت إيش بتختار طبعا أكيد العمول العالية أكيد لأنه مش هضيع وقت كتير وأعتمد على زوار موقع مش إلي عشان يجيني مبيعات لا أنا بدي أعتمد على نفسي على إعلاناتي على الفانيل تبعتي على أسليب التسويقية أنا لكن لأني بعرف أعمل ولأني عملتها كتير فإنت بدك تختار الأنسب إلك تمام طيب هلا سؤالك التاني أنه أوكي أنا بدي أختار الرواية وبدي أعمل موضوع الفانيل مع أنه برأيي أنا طالما العمولة مش كبيرة الفانيل لا داعي لها بصراح إلا لو أنت بتبني براند لو أنت بتبني following بتبني ناس عملاء يشتروا منك مرة و مرتين و ثلاثة فبتعتبر هذه الرواية أو هذا المبلغ الربحي هو front end product مثلا بحيث أنه العملاء يعرفوا عنك أكثر يسألوك يصير في علاقة حلوة بعدين يتبيعهم أشياء أكثر أوكي استخدم الفانيل لكن لو لمرة واحدة بدك فانيل و بدك تطلع أرباح من هاي الرواية اللي عمولتها أو اللي مبلغها قليل لا الفانيل لا داعي لها أتمنى وضحة الفكرة فلنتخيل أن المبلغ أو العمولة جيدة و كبيرة أوكي الآن الفانيل فكرتها أصلا أنك أنت تتكلم مع الشخص الصح في المكان الصح و في الوقت الصح و بالرسالة الصح تمام هاي فكرة الفانيل بس فبدك تشوف الناس اللي بدخلوا عندك الفانيل هم بأي مرحلة شراء أنت لو أخدت كورس الفانيل هتشوف في عندك قسم كامل بتكلم عن مراحل الشراء العميل و مراحل وعي العميل وفي قسم تاني قسم الكوبي رايتنج بيخليك تعرف كيف تحكي معاهم عسب مراحلهم الشرائية و المراحلهم التوعوية لأنه في عميل ممكن يكون مش عارف أنه محتاج الخدمة فهذا أكيد هتحكي معاه بطريقة مختلفة عن شخص آخر عارف أنه محتاج الخدمة لكنه بدور مين أفضل واحد بقدمها صح؟ مختلفين كليا عن بعض فصعب تحكي معاهم بنفس الأسلوب فوجود الفانيل بيخليك تحكي معاهم كل واحد حسب وين هو موجود فموضوع الإيميلات بدك تشوفه أي مرحلة موجود عندك أي مرحلة وين هو حاليا ماذا يفكر بك أو أين هو من معملية الشراء نفسها هل هو في مرحلة متقدمة أو لسه بدري عليه أو كيف الآن إذا كان بدري عليه إذا بدك تحكي معاه بطريقة تزيد فيها الثقة تعطيه حالة احتياج تورجيه أنه أنت محتاج جدا لأخذ هذا المنتج أو أخذ هذه الرواية أنت محتاج جدا عشان تحل مشاكلك أنك تعرف كذا أنت محتاج جدا أنك عشان تحل أو عشان توصل اللي بدك إياه أنك تقوم بعمل كذا فهاي المرحلة عشان تبين له أو تعطيه الحاجة الآن في واحد تاني بيقولك لأ أنا عارف أني أنا محتاجها بس اقنعني ليش أنت وهذا بكتكلم معاه بطريقة أنا والله عندي بونس أنا والله بقدم في دعم فني أنا والله المنتج هذا اللي عندي مختلف عن التانين في كذا وكذا 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 شايف مناسب مع بعض فهذا دور الفنل أنك تعرف هم وين موجودين وتعرف كيف تحكي معاهم تمام وهذا ما يسمى بالكوبي رايتنج يعني أنك تكتب بطريقة ما فيهاش بشكل مباشر هذا اللي أنا بتكلم عنه لكن أي حدا بيقرأ مباشرة بيشعر باللي أنا بديه هذا هو الكوبي رايتنج ببساطة أنا بكتب كلام أي حدا بيقرأ وبيحسه عادي لكن بيحصل معه أشياء أنا بدي إياها وراء الكواليس تمام أنا بدي إياه يشعر بالاحتياج ببين له بالكلام أنه أنت محتاج هذا الموضوع لكن أنا مش حكتب له أنت محتاجه يا محتاج أيها المحتاج لا بالكوبي رايتنج بكتبها تمام وأعتقد الكورس حيفيدك بها الأمور وشكل كبير يعني إن شاء الله طيب السؤال الثالث أنا معي 300 دولار وبستهدف السوق الأمريكي للأسف أنت ما حكيت لإيش السوق لكن أحكي لك يعني لو أنت بدك تعملها بالطريقة التالية إن لو أنت مثلا هدفك من الإعلان أنه أنا بدي أعمل إعلان للسوق الأمريكي يعملوا كليك يدخلوا عندي على الموقع الثلاثمائة دولار مش هيجيبوا لك نتائج كبيرة بالسوق الأمريكي أبدا مش هتعرف أصلا تأخذ قرار من خلالهم يعني مش هتعرف تأخذ داتا حلوة لأنه العدد اللي حيفوتك قليل جدا طيب لو فكرتك إنه إعلاني هعملوا ثلاثمائة دولار الناس هيعملوا كليك هيدخلوا يضعوا إيميلهم عشان يدخلوا عندي على الفانيل أو يضعوا تليفونهم يعني تعمل عملية lead generation فهاي الطريقة أيضا الثلاثمائة دولار مش هيكفوك تأخذ عليها قرار أبدا نعم ثلاثمائة دولار قليل جدا لأنه ممكن الليد الواحد يكلفك دولار ونص أو اثنين دولار وبالتالي الثلاثمائة دولار هيجيبوا لك فقط مئة وخمسين أو مئة شخص بس بتخيل معاي أنت يعني مئة واحد دخل الفانيل عندك مئة واحد دخل الفانيل مستحيل يخلوك تعرف أرقام مستحيل يخلوك تعرف والله أنا نسبة تحويلي كذا والله اليرننج بيرليد كذا الكوست بيرليد كذا المستحيل حتكون أرقام ليست دقيقة أرقام تحتاج إلى عدد أكبر فسوء أمريكي أغلى أكيد سوء عربي أرخص بكتير التخصص بيخلي الأمور دائما أرخص أتمنى أن أكون أجبتك بالشكل الوافي والمفيد بالنسبة لك أشكرك جدا على سؤالك مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر